منا كيف ينضم إلينا الكاتب والبحث السياسي السيد محمد العروقي سيد محمد أهلا بك هذه الواقعة وفقا للمعطيات كيف من الممكن قراءتها تحياتي لكم من السابق لأوانو وإعطاء نتيجة نهائية لسبب هذا الحادث الذي وقع صباحا هذا اليوم فوق مدينة برافري في أحدى ضواحي العاصمة أو أحدى المناطق التابعة للعاصمة كيف فبالتالي وجدنا تحطم مروحية ضد أطفال راح ضحياتها حوالي ثمانية عشر شخصا تسعة كانوا على مثل تلك المروحية وتسعة بعضهم من الأطفال وبعضهم من الراشدين والبالغين يعني أود أن أذكر أن ليلة أمس حذرت دائرة الأحوال الجوية في أوكرانيا من سوء الطقس اليوم وحذرت بعض الظهر ستكون هناك رياح ودرجة الحرارة أكثر من معدلها السنة ومرتفع اليوم حوالي 12 موجب في العاصمة كيف فبالتالي حذرت منه بريح هناك كان ضباب كثيف منذ الصباح ولكن هذا لا يعطي افترضية واحدة الافترضيات والاحتمالات كلها متوقعة لأسباب هذا الحادث وبانتظار التحقيقات على سبيل المثال قبل قليل صرح يوري إغنات قائد القوات باسم القوات الجوية الأوكرانية أنه من السابق الأواني الآن أعطى نتيجة لسبب هذا الحادث إلا بعد نتائج التحقيقات التي قد تستغرق يوم أو يومين نعم طيب سيد محمد في حال كان ذلك عملا روسيا كما يمكن أن يفترض البعض في إطار المساعي الروسية لاستعادة الأراضي الأوكرانية والقيام بهجوم كبير حتى قبل معركة الربيع التي يتحدث عنها البعض هل من الممكن أن تكون هذه الخطوة في حال كان بالفعل عملا روسيا أن تؤدي إلى تدعيات أكبر لدى الجانب الأوكراني يعني العمل الروسي غير مستبعد في هذه الحادثة أيضا كما قلت كل الاحتمالات واردة وسبق لروسيا تنفيذ بعض العمليات في بريطانيا لبعض العملاء الذين لاحقتهم وغيره وغيره فبالتالي هذا الشيء وارد أعتقد أن هذا الشيء إذا كانت روسيا هي من وراء هذا العمل أعتقد أنه سيصاعد وسيحتم على أوكرانيا الراد لأنه اغتيال شخصية بمثابة وزير شخصية هامة في الدولة أعتقد أنها عمل ستكون هجومي غير مسبوق ولكننا نتحدث ما زلنا في مرحلة الافتراضات لا نستطيع الآن توجيه أصابع الاتهام والإشارة إلى طرف معين هذه العملية تمت في منطقة بالقرب من العاصمة الأوكرانية بلدة بروفاري التابعة على العاصمة هل برأيك الآن تسعى روسيا أو تركز جهودها على العاصمة أو تعود بالأحرى لتركيز جهودها على العاصمة مرة أخرى من خلال عملياتها واستهدفاتها؟ يعني كل ما استطيع ذكره أن منطقة بروفاري أيضا عانت عند الاجتياح الروسي لمنطقة كيف في بداية الحرب في 24 فبراير كانت هي أحد المناطق الساخنة وكانت إحدى الطرق لتوجه القوات الروسية للعاصمة كيف فبالتالي أعتقد أنه كما صرح نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني صباح اليوم أن وزير الداخلية كان متوجه إلى أحد نقاط الجبهة الساخنة فبالتالي كما أقول الآن علينا عدم التصرع بتوجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى أحد حتى ظهور نتائج التحقيقات التي ستعلن عنها السلطات الأوكرانية بكل تأكيد في أقرب وقت ميدانيا البعض يتحدث عن احتدام المعارك بشكل كبير خلال هذه الفترة ويسمونها بأنها مرحلة ما قبل المفاوضات والتي يسعى فيها الجانب الروسي إلى ربما تحسيل أكبر مكاسب ممكنة قبل التوجه إلى مفاوضات وبالتالي الوقوع في موقع أفضل بكثير من ما كان عليه في السابق إلى أي مدى هذا ينطبق على الموقف الآن يعني أعتقد أن أي حرب سوف تنتهي بالنهاية بالمفاوضات فبالتالي أعتقد أن الطرفين الروسي والأوكراني الآن يريدان أن يحسنا مواقعهما على الأرض ومن أجل الجلوس على طاولة المفاوضات كل جهة تكون قوية في جلوسها وفرض شروطها على طاولة المفاوضات وهو ما صرح بها أيضا وزير الخارجية بلينك المؤخرا بأن الدعم الوزير الخارجية الأمريكي أن الدعم الغربي لأوكرانيا يأتي في السياق أن تقوي موقفها حين أن يكون هناك مفاوضات وعدم إعطاء الفرصة لروسيا باحتلال مزيد من الأراضي وفرض شروطها في تلك المفاوضات إذن نجد أن الدعم لأوكرانيا يأتي والعمليات الروسية تأتي الكل يريد أن يفرض شروطها على الآخر من خلال طاولة المفاوضات التي سوف تأتي سواء آجلا أم عاجلا خصوصا مع وجود اتصالات أو تعبير عن ربما إعادة قنوات للتصال من الأخرى يعني كان هناك تصريحات بربما لقاء بين وزير الاستخبارات أو رئيس الاستخبارات الروسي ونظيره الأمريكي ربما يتم خلال الفترة المقبلة لكن في وسط كل ذلك تستمر الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا يعني هناك حديث عن دبابات فرنسية وألمانية وأمريكية دبابات خفيفة ستمنح إلى أوكرانيا هناك حديث أيضا عن منظومة باتريوت وهولندا ستنضم إلى الجهود الألمانية والأمريكية في دعم هذه المنظومة الدفاع الصاروخي باتريوت كل هذا الأمر ألا يمكن أن تعتبره روسيا عدوانا كبيرا يستدعي منها خطوة أكبر يمكن أن تعقد الأمور يعني هناك أمران الأمر الأول إما أن توقف الغرب عن دعم أوكرانيا وتحتل روسيا أوكرانيا وتفعل وتستبيح ما تشاء أو الموضوع الثاني هو دعم أوكرانيا ودعم أوكرانيا يأتي لتحرير أراضيها من الاحتلال الروسي وليس لإحتلال أراضي روسيا أو اللجوم على أوكرانيا يعني أوكرانيا تأخذ دعما غربيا للدفاع عن أراضيها وتحرير أراضيها فبالتالي المجتمع الدولي أمام موقفين إما عدم الدعم واستباحة الأراضي الأوكرانية لروسيا أو الدعم قد يثني روسيا عن خطتها التي تريدها وتجلسها على طرف المفاوضات يتحدث البعض أن روسيا من الممكن أن تذهب إلى السلاح النووي على سبيل تصعيد العمليات في مواجهة كل الدعم الغربي يعني كان هناك تصريح حتى للفروف يقول فيه أن واشنطن لا تستطيع تصدي لموسكو وبكيم بمفردها وعليها إذن تعبئت الجهود الغربية بأكملها هل يبدو بالفعل أن روسيا قد تعتبر اللجوء إلى السلاح النووي يعني اللجوء روسيا للسلاح النووي هذا موضوع لا يعلمه إلا بوتن بنفسه يعني لا نستطيع الافتاء به ولكن يعني نعتقد أنه إذا كانت روسيا تلجأ إلى السلاح النووي سيقابل هذا أيضا برد يعني لن تخرج روسيا سالمة أو المجتمع الدولي أو المعنين بالأزمة الأوكرانية لن يخرجوا ستكون الخسائر كبيرة على كل الأطراف لأن المجتمع الدولي أو الغرب يعني لن يسمح للروسيا باستخدام هذا السلاح دون عقاب فبالتالي موضوع السلاح النووي موضوع حساس جدا ولا أعتقد أن القيادة الروسية تفكر به بدرجة مئة بالمئة شكرا جزيلا لوجودك معنا من كييف الكاتب والباحث السياسي سيد محمد العروقي شكرا جزيلا ل bombحثة